استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي بمدينة العالمين الملك حمد ابن عيسى آل خليفة عاهلة مملكة البحرين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تناول العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا وذلك والتي ترتكز أيضا على الدعاء من أخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية كما استعرض الزعيمان خلال لقائهم الأخوي عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية تم تبادل وجهة النظر والرؤى بشأنها حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنصيق بين البلدين الشقيقين والدهوع والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز أليات العمل العربي المشترك سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة